هذه الحلقة برعاية Assassin's Creed Origins على الإكس بوكس 1 هذا المقطب بذلكم خمسة لعب ناشعة مبنية على أفلام ناشعة مين منا ما يعرف على الدين والجن اللي معاه اللي يعيش في أبريق الشاهرة ذاك اللي تمسعه بدن يطلع لك يقول لك شبيك لبيك جني بين يديك ويش تحتاج من ثلاثة أمنيات؟ كلنا نعرفهم نعرف فيلم على الدين اللي نزلته ديزني في 1992 وكان من أجمل الأفلام وإيضا كان فيه الأمير اللي ساعده اللي ما أتذكر اسمه وإيضا كان فيه القرد اللي معاه اسمه أبو كان رهيب القرد لأنه دامن يسوي مشاكل وكان دامن ينقذ في المشاكل الكبير وإيضا كان فيه السجاد اللي يدعس عليه ويطير في أي مكان يبغاه وكان فيه أيضا الشريرة ذاك اللي ما أعرف اشي اسمه ولاني مهتم فيه بس شكله كريه واسمه صعب فما أتذكره المهم كان فيلم مره رهيب اللي نزلو ديزني بعين في النهاية شفنا لها لعبة نزلت على السوبر نيتندو والسيكي جنسيس واللعبة كانت مره مره رهيبة كانت لعبة منصات كان يمديك تسوي أشياء كثيرة تنطف فوق العداد تتسلق تروح يمين شمال كان فيه أشياء كثيرة ممكن تسوي في اللعبة تقدر تلعب باب هو بالقرد الصغير تقدر تلعب فيه وإيضا يمديك تلعب مرحلة فوق السجادة وكان فيه تنوع مره مره رهيب فكان اللعبة مره ناجحة وإيضا الفيلم كان ناجح فبصراح استمتعنا في اللعبة دي اللي بعده موسيقى فيلم غوست رايدر واللي هي أحد شخصيات مارفل الشهيرة وكمان اللي يمثل بطولة الفيلم والله هو نيكلس كيج ممثل معروف الفيلم كان حلو وكان شخصيا يخش في حادث بعدين يتحول إليه شيطان أو جني ويبدأ يقاتل الشر ويسوي فيها جنان ومعه الدباء ومعه سلسلة من النار كان كان فيلم رهيب كذا كان مبدعين في الفيلم إلا الجزء الثاني كان جابوا عيد نوعا ما فالفيلم كان جميل جدا بعدين سوى لعبة والناس كثيرين كان متخوفين عشان فيلم من شهر تصووا لعبه وتضحكون علينا وتبيعونا بس ولكن طلع اللعبة حلوة اللعبة عبارة عن هاك نسلايش نفس نظام ديفل ميكراي بايونتا قاد اف وار علعاب زي كذا اللي تروح تلسع في الخالق التعاسم بالدباب حقك تمسك السلسلة النارية تربط على رقابتهم وتسوي لهم مشاع كثيرة وتلسع فيهم وتجردهم يعني اللعبة انتك تسوي فيها كثير فكانت اللعبة فلا للنزاد على بلاي سيشن 2 فيلم طرزان مين منا ما يعرف طرزان طرزان الانسان اللي يمشي مثل القرد ويتحرق زي القرد ويأكل زي القرد ويخاوي قرود مين منا ما يبغي يشوف فيلم زي كذا شي فلا المرة ديزنيا ايام التسعينات نزاد فيلم طرزان وكان مرة حلو كان جدا جدا رهيب الفيلم بعيف انها كلنا كذا قلنا تخيلوا نزاد لعبة طرزان كذا تخيل بس كان كذا انفجر راسنا من قوت الفجعة اللي هيجينا بعدين جاء بلاي سيشن 1 ووصلا كان موجود بس ونزل عليها لعبة طرزان وكانت احد اجمل علعاب بلاي سيشن 1 كانت مرة رهيبة اللعبة كانت لعبة منصات تلعب طرزان وهو صغير كان فيه كاتسينز ومقاطع من الفيلم نفسه كانت حركة مرة جميلة فاللعبة كانت رائعة والفيلم كان اجمل سبايدر مان لها فلام كثيرة بس خلين نتفق فيها فلام حلوة في بعضها ما كانت مرة حلوة ما اقول انها سيئة بس كانت جيدة بس من احد الاجزاء الحلوة اللي كانت سبايدر مان 2 كانت قصة حلوة كان حتى الشخصية الشريرة اللي فيها كان مرة رهيبة ذاكو الدكتور ابو اربع يادي وكان فيها دراما كان فيها فلاة كان فيها اكشين كان فيها نوكات كان فيها اشياء حلوة في الفيلم بعدين الفيلم نجح نجح رهيب وكالعادة اي فيلم ينجح يروح يسوي اللعبة لها فسوي لعبة سبايدر مان على بلاي سيشن 2 وايضا على جيم كيو بعدين طلعت اللعبة انت تتسلق تلعب مثل سبايدر مان اللي ودنا من زمان نلعب فيه لانه اغلب القعب سبايدر مان القديمة كان صعب التحكم فيه ما تقدر تاخذ راحتك وانت تناقز وتتسلق الجدران وتروح بين العماير والشاذية بس والحكم سبايدر مان النزل على بلاي سيشن 2 اللي هو جزء الثاني كان ممتاز تتسلق الهجوم على العدا كيف تمشي فيه انم تتجسس تروح فوق تحت تنزل كان مرتب التحكم كان مرتب كانت اللعبة بصراحة اللعب واي واحد كان يحب فيلم سبايدر مان ويروح يلعب اللعبة بصراحة يستانس معه ونتمنى اللعبة جديدة حق سبايدر مان النازلة دي حين على البلاي سيشن 4 نتمنى انه تكون حاجة مره رائعة اللي بعده في عام 1979 نزل فيلم رهيب اسمه The Warrior كان فيلم عبارة عن عصبات وضرب في الشوارع ودمان وعنف وكان شي رهيب بصراحة ويقامر مو ويقامر يحبون لعب العنف جاءت شركة روكستار العظيم وقالت الفيلم ذا رهيب خلين نسوي لعبة دام النثق في روكستار انهم يسوون لعب حلوة خلين نكون صريحي مع بعض فمسكوا اللعب ونزروا على البلاي سيجن 2 تخيل تلعب انت رجل عصابة تمشي في الشوارع تلسق في خلق الله تتضارب معهم تفقعهم تجليدهم تسوي لي تبغاهم تلاقي عصابتين يخشون في بعض تلقى مية شخص قدامك تفرش 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 يعني انسان يحب هذا الفرش حق العصابات واللعبة الحواردة مرة رهيبة اللعبة حتناسب وكانت لعبة مرة ناشحة يعني اللعبة كانت رهيبة كذا نوصل الانهاية المقطع ان شاء الله اعجبكم المقطع اذا اعجبكم لا تنسوا الضغط على زر اللايك واشتراك في القناة كان معكم اخو كاميران الحازمين ان شاء الله نشوفكم في فيديوهات اخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته